برحب بك كابتن أسامة وبرحب بكابتن مصر لكابتن أسامة عرابي والدكتور رحمة الداثابت وبرحب بكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من هنا من استاذ اتحادك الباء وقبل انطلاق المباراة والدية الأولى لفريق النادي الأهلي أمام فريق الأخدود السعودي كلام مهم كابتن أسامة حضرتك استرسلت وقلت وقاله كابتن أسامة عرابي الدكتور رحمة الداثابت عن أوجه الاستفادة الميستر كولر من هذا المعسكر أعتقد توقيته كان مهم جدا بالنسبة للعب زي وسام أبو علي اللي بدايته مع النادي الأهلي تكون بمعسكر دخل في الأجواء سريعا اتعود على الأجواء في النادي الأهلي لعبة النادي الأهلي ساعدته أن يدخل في الأجواء وفي الكواليس أيضا يعني ظروف إصابة الشناوي اللي نتمنى له كل السلامة أعتقد يعني ظروف المعسكر وإن أنت تلعب براتين وديتين تدي فرصة أكتر ليه مصطفى أشوبير أيضا عناصر العيبة للشابة أو العناصر النشئين اللي هي ما حضرتك من خلال برنامج الأجبال صلطت عليهم الضوء كثيرا خلينا أقولك طبعا مستر كولر ميكرر أنه يلعب كل شوت في هذه المباراة بتشكيل يعني تشكيل الشوت الأول هيكون في حراسة المرمى مصطفى شوبير هيكون قدامه اتنين من مساكين معتز محمد وابراهيم عبد الحكيم علي منه ما يكون أكرم من توفيق وفي الشمال لمازن أسامة في منتصف الملعب السلاسي عمر السلية مصطفى أبو الخير وفارس خالد قدامهم مسلس جومي مكوّن من كريم فؤاد طاهر محمد طاهر وأنطوني مودست نهاردة تقم تحكيم الإمارات الإدارة التي المباراة تحكيمها بقيادة الكابتن عمر المعمري هيعونه الكابتن حسن البلوشي مساعد أول عبد الحميد المعمري مساعد ثاني وعبد الله المعمري الحكم الرابع عايز أقول لك أجواء هنا يعني الجماهير للنادلالي الحاضرة لهذا الملعب أو ملعب اتحادة كلباء خلينا أقول لك أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادلالي حاليا متواجد فيه الملعب اتحادة كلباء يتابع ويتفرج على هذه المباراة مستر كولر قبل التواجه لملعب المباراة اتكلم مع اللعيبة في المحاضرة الفنية ادى يعني دفع معنا واجبرا جدا للعيبة لنشئين قال أي لعب منكم محطوط تحت العين أنا يعني دي مش فرصة اختبار ولا تقييم لكم عكس دي فرصة مهمة جدا كل واحد فيكم لازم استغل هذه الفرصة اللي احتكاكات كتير والتحادات كتير خلال الفترة القادمة أول أمر المدير الفني بيبص عليه هو العيبة قطاع النشئين في النادلالي فأعتقد فرصة مهمة جدا النهاردة خليني أقول لك برضو على نقطة من النقاط المهمة اللي احنا تبعناها خلال الأيام الماضية هي حالة التقلق الكبير اللي عليها اللعب محمد كريستو مع عودته من الإصابة مستر كولر اجتمع معايا وتكلم معايا قال له ما فيش أي كلام خالص ما تسمعش أي كلام بيكتب على وسائل التواصل الاجتماعي انت واحد من العناصر المهمة الموجودة معايا بيظهر بصورة وبشكل مختلف تماما خليني أقول لك كمان أن أنتوني مودست من بعد مباراة فيوتشار بيظهر بأسلوب وبشكل مختلف فرق معايا بطولة السوبر فرق معايا الهدف إن شاء الله مردود هذه الأمور وتكون تجربة قوية النهاردة هذه المباراة يهمنا في المقام الأول هي سلامة اللعبين مش مهم نتيجة اللقاء يهمنا خروج اللعبين بدون إصابة أنا موجود معك كابتن وسامة موجود مع كابتننا كابتن وسامة عرابي دكتور أحمد سابت لو في أي استفسار أو أي تساوي بنشكرك شكرا جزيلا زيبنا فروس صلاة وحكي